السيد الرئيس فاجئنا وانا بقول فاجئنا بمعنى الكلمة بزيارة مع سيد رئيس الوزراء مستحب معي رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء لوحدة من اشهر المناطق العشوائية في مصر منطقة الهجانة منطقة الهجانة هي منطقة الهجانة دي منطقة ملاصقة لحي مدينة نصر تقريبا مساحتها حوالي ربعمائة فدان بيسكنها حوالي ثلاثة ملايين مواطن مصري هذه المنطقة من اشد المناطق العشوائية في مصر العشوائية فيها يا كريمة المنطقة دي ما كانتش حد بيروحها كان تخافي توصل لها اهلها ناس طيبين ولكن اندس بينهم الحرمية واللصوص والهربانين والمنطقة بلا خدمات بلا مستشفيات بلا بنية تحتية الرئيس راح النهاردة واعتقد ان الرسالة الهمة قبل ما نتكلم في مشروع الهجانة او فكرة المناطق العشوائية ان الرئيس رسالته كانت بتقول ان ما ينفعش تشتغل وانت في مكتبك زي ما قال للوزراء انت لازم تتكلم وتسمع الناس وتشوف عايشها ازاي وبتاكل ازاي وبتتعالج ازاي وبتركب مواصلات ازاي شوارع دياءة جدا البلكونات اللي في بعض يعني الواحد ممكن يميدي ايده ببيت جاره بيوت عشوائية محلات عشوائية مواصلات عشوائية منطقة نموذج كبير اعتقد ان هذا اول رئيس يذهب الى الهجانة او لمنطقة عشوائية بهذا الشكل وده طبعا رسالة واضحة جدا لان علشان تغير شيء لازم تشوفه على ارض الواقع توفير سبل حياة كريمة للناس اللي عايش في منطقة الهجانة ولكل الناس اللي بتعيش في مناطق مشابهة وهي كثر في مصر طبعا اكيد من الاولويات في هذه المرحلة خلينا نشوف سيادة الرئيس قال ايه وهو في الجولة دي وايه اللي جيه على لسانه كرسالة واضحة وصريحة لكل سكان مثل هذه المناطق وكمان للحكومة والقائمين على المشاريع الخاصة بالتطوير حاليا ونرجع نكمل هنا حديث القاهرة احنا ما عندي ناش حصر بعدد الوحدات السكنية الدين ما عندي ناش ما عندي ناش على كل حال انا باطرح ده علينا كدولة وكمان للرأي العام بقوله ده الحال لو ما انتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسينا والحكومة سبقت الناس في الطلب يعني تلبي طلبهم في الاسكان صدقوني الدولة كلها هتبا كده احنا بنتكلم في خمسين في المية من مساحة الدولة كده يعني حد صور الخصوص الناس عايشة ازاي الناس هتبقى عايشة طب الناس اللي هتطلع من هنا كأطفال سويرين هتطلع منهم ازاي لا ده تكلفة التعليم هنا عندهم اكتر من اي حتة تانية لان هو ما عندش حيمشي بابنه ده او بنته مسافة كبيرة جدا لقرب مفيش مدرس جوه كتير تحلل مسألة محدش عمل مش محدش عمل عشان يعني موضوع مش مترتب ولو الدولة ما انتبهتش ودي الرسالة انا انا جيت هنا وجينا كلنا هنا عشان نوصل للناس الحكاية الكلام في التلفزيون مش كفاية انما نيجي نبص نشوف الناس عايشة زي ونزلوا امشي وسط الناس شوف عايشة تحت امشي كده تحت هو مش من قدمين فننزل نشوف وتشوف الناس زي عايشة ازاي وتأكل ايه وتشرب ايه وتتعالج ازاي شايفين منظر البيوت يا جماعة عملي ازاي؟ انا بصراحة يعني لو قعدت تتخيل كده لو انا مسؤول انا مش هقرب من المنطقة دي هترعب انتو شايفين لو حصل حريق في عجلة تعرف تدخل في الشرع ده مش عربية اطفاء المنظر ده ممكن يتغير ازاي؟ بصراحة يعني الرئيس هو حطت ايده حطت ايده في حتة صعبة جدا احنا بنتكلم عن تلاتة مليون مواطنة هتوديهم فين علشان تشيل ده وتعمل ما دي شايفين البيوت لازق ببعض شايفين الارتفاعات مفيش بيتين زي بعض كم العشوائية دي تلاتة مليون مواطنة اوديهم فين؟ اعمل هنا ايه؟ علشان اعمل طرق للناس دي علشان اعمل لهم صرف صحي وغاز اعمل ايه؟ ده قرار صعب الرئيس كان بتكلم عن العشوائيات انها محتاجة 500 مليار جنيه عشان نقدر نطور العشوائيات طيب لو الفلوس موجودة الفلوس هتتوجد زي ما الرئيس قال هنعمل ايه؟ هتعمل ايه بالفلوس؟ الهيئة الهندسية قالت انها هتبني تقدر تبني 500 1000 واحدة في السنة السنة دي بس الناس دي هتروخ فين؟ البيوت دي هتتهدى ازاي؟ المدينة دي تتعمل ازاي؟ دي دولة 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 دي قد تلاتة اربع دول من الجنبينا فدي تقدر تعدها التاني ازاي؟ عشوائية كريمة عشرات السنين انتو كنت مسافرة عشرات السنين كانت الهجانة دي رعب مش هقولك ان رئيس حي مايعرفش يروحها فالنهاردة تزلها رئيس جمهورية فدي حاجة انا مش قادرة شايفة البيوت شايفة؟ خلينا نقول يمكن الناس اللي بتتبعنا عارفة ان المشهد ده متكرر في مصر ما هواش مشهد بس في منطقة الهجانة او في عزبة الهجانة لكن في اماكن كتيرة جدا ووضع الخطوة الاولى لان ده يتلغي من مصر وانها تستاهل حياة وكل اللي فيها يستحله حالية افضل من كده اكيد يعني مشروع مش سهل وتجربة ليست بسيطة على الاطلاق مناطق عشوائية غير امنة غير مخططة اكيد محتاجين نخرجها من حياتنا كمصريين قد تكون هذه الزيارة هي الخطوة الاولى في الاتجاه ده واحنا طبعا سعدة جدا بيها وان شاء الله ان شاء الله نسعد كلنا واحنا بنصور هذه المناطق بعد اعادة التخطيط وبعد التعديلات اللي هتوصل لها كلمة حياة امنة بس ايز اقولك ان دي مش الخطوة الاولى الخطوة الاولى في الهجانة لكن احنا شفنا الاصمارات ودي كانت منطقة رهيبة لا يمكن يتسكن فيها والناس ما كانوش عايزين يسبوها وتل العقارب كانت الحجارة بتققى على الناس يموتوا وهما سكنين تحتيها فتم عندنا تجارب جيدة جدا تمت بالفعل خلال السنوات القليلة اللي مضت فده بيخلي الواحد يقول ان الهجانة مش حلم ومستحيل طب الهجانة بس انت اخدت بالك والرئيس بيقولهم الخصوص انا تحدى ناس كتير اوي تعرف الخصوص دي فين انت طبعا الخصوص دي فين اعتقدنا في القليوبية الخصوص دي منطقة في القليوبية عشوائية جدا برضو والرئيس شال الهم وبيتكلم عن التعليم ليتعلموا ازاي واللي بتعلموا هنا تكلفتهم اعلى من التناطق الطبعية لو شفنا الناس اللي عايشين في الاصمرات اوتار للعقارب شفنا مستوى الحياة شفنا الجنائن شفنا الخضرة شفنا شكل البيوت شفنا المكاتب المكتبات التقافية شفنا المسارح في حاجات بتتغير بس محتاجة جهت كبير جدا طح اعتقد يعني دي كلها اشياء عظيم ان احنا نفكر فيها ونقول ان ده مش حلم غير قبل التحقيق دي خطوات بتتحقق على ارض الواقع واحنا هنا من خلال حديث القاهرة حنكون موجودين في الجولة اللي جاية ان شاء الله مع تطوير هذه المناطق ويمكن كمان منطقة الهجانة حيكون لها وقفة معانا مع كل مراحل التطور اللي حتمر بها اشتركوا في القناة